أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال وجود وفرة كبيرة بالسوق من كافة المنتجات سواء خضروات أو فاكهة بأسعار في متناول الجميع جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة لسوق ساحل أثر النبي للغلال والخضروات والفاكهة والذي يعد أقدم أسواق الجملة على مستوى العاصمة وسوق الجملة الوحيد بالمنطقة الجنوبية لمتابعة توافر احتياجات مواطني العاصمة بأسعار مناسبة ويقع سوق ساحل أثر النبي على مساحة 37 فدان بحي مصر القديمة ويدم أكثر من 500 شونة لبيع الخضروات والفاكهة والغلال بأسعار الجملة